يستمر مكتب حزب التجمع الجمهوري العراقي في محافظة كربلاء المقدسة عقد اللقاءات والندوات الجماهرية في عدد من المناطق الشعبية والفقيرة في المحافظة من أجل الوقوف على أبرز المشاكل التي يعاني منها سكنت هذه المناطق بسبب نقص الخدمات الأساسية والسعي لحلها قدر المستطاع من خلال شمولها بالمبادرات الخدمية والإنسانية التي أطلقها حزب التجمع الجمهوري بتوجيه من الأستاذ سعد عاصم الجنابي رئيس الحزب وقد أقيمت بمنطقة الحافظ في المدينة ندوة جماهرية موسعة لهذا الغرض حسب توجيهات الأستاذ سعد عاصم الجنابي رئيس حزب التجمع الجمهوري قمنا بعقد ندوة اليوم في منطقة الحافظ طبعا هذه المنطقة تفتقر للكهرباء تفتقر للمجاري تفتقر للماء الصالح للشرب ناقشنا حول المنطقة ونواقص المنطقة كهرباء الضعيفة ما موجودة ما تشغل المنطقة كلها والمنطقة تحتوي على 500 بيت تقريبا وعلى صعيد ذا صلة التقت مرشحة الحزب عن كربلاء للانتخابات النيابية المقبلة عواطف العتابي بعدد من وجهاء وأبناء حي القائم في المدينة وشدد الحاضرون على ضرورة المشاركة في الانتخابات المقبلة من أجل إحداث التغيير الحقيقي وإصلاح الأوضاع في البلاد شاهدنا أنه أكون إهمال واضح من الحكومة لهذه المناطق الفقيرة ناقشنا بأمور الانتخابات وطبعا بينا لهم من خلال حثنة لجميع الساكنين في هذه المنطقة ضرورة الذهاب إلى الانتخاب وتحديث البطاقة الانتخابية اليوم تشرفنا بالوفد الذي وصلنا من الدكتورة عواطف من مكتب التجمع الجمهوري ونرحب بها وبالوفد الذي جمعها لها نحن عندنا حسابات وعندنا معانات هنا من كل الأمور أولا هنا ناس فقرة وعوائل عندنا وعدنا أيتام وعدنا أراميل وعدنا فقراء وما عندنا ما وصلنا ولا واحد جانا ولا واحد شفناه فنحن نرحب بالتغيير ونريد التغيير لأن السبق ما فاد الشعب ولا فادنا تدرون هذه الانتخابات خلال ثمان سنوات أو خلال دورتنا أو ثلاث دورات كيف ما استفادنا من الوجوه القديمة أحنا نطلب من الشعب العراقي وصير عنده وعي أنه مطلوب الوجوه الجديدة وجوه الجديدة عسى وأن نقدر نغير فتشي لقاءات وندوات يعقدها مكتب حزب التجمع الجمهوري العراقي في كربلاء بصورة مستمرة تهدف إلى تصحيح مسيرة الإعمار والبناء للبلد وتوفير مسترزمات العيش الكريم لشعبه الكريم من كربلاء طارق طارق الخفاجي قناة الرشيد الفضائية